أولاً وقبل بادي اندبال ما هي الموجات الدماغي؟ سنقوم بمراجعة خفيفة حول هذا الموضوع تشير أبحاث الدماغ بأن واقع الناس محكوماً بالحالة العقلية التي يمرون بها ومن خلال التحكم في الحالة العقلية العميقة يستطيع الإنسان إعادة برمجة عقله والتحكم في تفكيره وتعديل سلوكه وتعزيز قوة إرادته وتساهم الترددات الدماغي أي الموجات الدماغي في بلورة ذلك ويستطيع الإنسان الذي يتنقى تدريباً على التنقل بين خمسة مستويات الترددات الدماغية تيتا وديلتا وألفا وبيتا وقاما أن يختبر حالات عقلية وعاطفية متباينة تحدث التأثير في نشاط تفكيره وصحته وفي صحته النفسية والروحية أيضاً ويمكن التمييز بينهما عن طريق الملاحظة وكذلك بواسطة قياسها بالأجهزة ولكل مستوى من هذه الترددات نشاط دماغي مميز وحالة متميزة من الوعي ومن هنا تهتف الدراسات إلى وصف وتحليل العلاقة الارتباطية بين الموجات الدماغية ومستويات الوعي والحالة العقلية التي تناظرها وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة التالية ما مفهوم موجات الدماغ وما أنواعها وما هي وظائفها وما هو تأثيرها في الحالة العقلية للإنسان وكيف يمكن قياسها علمياً وإخضاعها للمعالجات الرقمية وللإجابة على هذه الأسئلة تستعرض الدراسات أبحاثاً علمياً تم إجراؤها في السنوات الأخيرة كما تعرض الدراسات بعد الأجهزة الحديثة التي تقيس التغيرات التي تحدث في الدماغ أثناء مرور الشخص المفحوص بحالة شعورية محددة عن طريق تغيير الأوضاع الفيزيولوجي كالتنفس ووضع الجلسة النشاط الكهربائي للجسم وللأسف الشديد إن معظم البالغين يعيشون حياتهم في وضع حالة الدماغ بيضة التي يترتب عنها التوتر الشديد مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإجهال وبالتالي تقل مناعة الشخص إن حالة التنبيه والتوتر الشديد هي المسؤولة عن الأمراض والاعتلالات بسبب ضعف المناعة الناتج عن ترددات بيضة وكشفت أبحاثا كبيرة مؤخرة عن كيفية تحول موجات الدماغ لدينا خاصة خلال التأمل وأظهرت الأبحاث أن التأمل يمكن أن يساعل في ضبط موجات الدماغ فهو يؤدي إلى مادة رمادية أكثر سنكا حيث أظهرت الدراسات وقد كشفت الأبحاث وأظهرت الدراسات مؤخرا عن كيفية تحول موجات الدماغ لدينا خلال مرحلة التأمل وأظهرت الأبحاث أن التأمل يمكن أن يساعل في ضبط موجات الدماغ الإيجابي والإنتاجي فهو يؤدي إلى مادة رمادية أكثر سنكا في أجزاء الدماغ المرتبطة بالتحاطف والرحل والوعي الذاتي بحسب دراسة أجرتها جامعة هارفار للتصوير بالرانين المغناطيسي هناك خمس مستويات لموجات الدماغ أو للحالة العقلي موجات الدماغ دلتا من 0.5 إلى 4 هيرتز موجات الدماغ تيتا من 4 إلى 8 هيرتز موجات الدماغ ألفا من 8 إلى 13 هيرتز موجات الدماغ بيتا من 13 إلى 39 هيرتز موجات الدماغ غاما أكثر من 39 هيرتز وما يهمنا من بين كل هذه الأمواج موجات الدماغ ألفا تظهر موجات الدماغ ألفا أثناء النشاطات العقلية المتصف بالإدراك الواعي ولكنها تمثل نشاطات عقلية هادئة حيث تمثل موجات ألفا الحالة الهادئة للدماغ وهو في حالة وعي كامل وهي تعني أن الدماغ واعي ويدرك ما حوله ولكنه غير نشط أو فعال ويمكننا تشبيهها بحالة stand by الخاصة بجهاز الحاسوب حيث لا يكون الحاسوب يقوم بتنفيذ أي فعل يتطلب قدرات المعالج إلا أن الحاسوب جاهزا لاستقبال أي إشارة أو تنبيه عندما ينتج عقلك هذه الموجات فإنه يستجيب لأنشطة مثل التأمل والراحة التي يمكن أن تقلل من مستويات التوتر وتساعدك على الشعور بالهدوء زيادة موجات ألفا قد تزيد أيضا من مستويات الإبداع وتشير الأبحاث إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب قد يكون لديهم خللا في موجات ألفا عزيزي المستمعي سماعك لفيديوهات تحتوي على موجات ألفا فإنك تطبيط حالتك العقلي على موجات ألفا وفي هذه الحالة تستطيع برمجة عقلك بالشيء الذي تريده وبالبعلومات التي تريدها هناك من سأل لماذا تدمجون القرآن الكريم مع الموجات؟ عزيزي السامع إن الموجات الدماغية على اختلافها فهي تدبج عادة بالبوسيقى الهادئة وهناك الكثيرون من لا يحبون سماع الموسيقى فنحن ندمجها مع آيات من القرآن الكريم ما هي المدة الكافية لسماع الموجات الدماغية؟ عزيزي المشاهد سماع الموجات الدماغية يختلف من موجة إلى أخرى فيمكنك سماع ترددات أو موجات ألفا لمدة لا تقل عن ربع ساعة أو نصف ساعة يمكنك أن تسمعها لمدة ساعتين إن شئ فمثلاً موجات تيتا أو ديلتا يمكن سماعها ليلة كاملة وهي لا تضر بشيء إن هذه الأمواج تصنع في عقولنا وفي أدمغتنا فمثلاً إذا كان شخصاً متوتراً فإن عقله في هذه الحالة سيكون خاضعاً لموجات كاملة وهذه الموجات تزيد من مستوى التوتر وبالتالي إذا أنصت أو سمع لموجات ألفا فإنه يضبط عقله على موجات ألفا وبالتالي يشعر بالاسترخاء والراحة هل لسماع هذه الموجات الدماغية ضرراً؟ لا يوجد هناك أي ضرر ربما يشعر بعض الناس بوجع في الرأس أو بوخز في الأدنين وذلك طبيعي جداً عزيز المشاهد إذا كنت في حالة قاما وقمت بسمع موجات تيتا إن عقلك في هذه اللحظة يقوم بالانتقال من موجة إلى موجة وبينهما موجات فالانتقال من قاما إلى تيتا يجب أن يمر على موجات ألفا وهذا المرور السريع ربما يحدز وجعاً طفيفاً في الرأس أو وخزاً في الأدنين لطيلة السماع مثلاً ولكن هذه الأعراض ليست خطراً على الصحة كما أثبتت الدراسات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر